نصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وخلاص بقى يعني قربنا من فصل الربيع خلونا نتطمن على درجات التقس من زميلتنا ليندا ونصبح عليها صباح الخير يا ليندا صباح خير يا أحمد، صباح خير يا هزير صباح الخير يا ليندا النهاردة يا أحمد فيه ارتفاع في درجات الخرارة النهاردة بس ويكون فيه نشاط لرياح هتكون مثيرة للرمال والأتربة على العديد من المناطق أنا وانا جاي في الطريق حاسس ان الجو دخل على الربيع كده بس النهار ده بس النهار ده 27 يالما نتفاعلش قوي تفاعل النهار صباح خير عليكم مشاهدين خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال التقس النهار ده فيه ارتفاع في درجات الخرارة والتقس هيكون مائل للخرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وفيه النهار ده نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سينة درجة الحرارة في القاهرة النهار ده 27 وأعلى درجة حرارة في أسوان 36 وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 20 هنتابع مع حضراتكم أحوال التقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية بالوقت هنرجع لأحمد وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لك يا ليندا وبالتأجير هنرجع لك على مدر الحلق هنتابع معك كل الأكبار موجودة معك النهار ده